اشتركوا في القناة سفينة فضاء رأيت لتوي سفينة فضاء روزي روزي استأكذي بسرعة ما الذي حدث يا رومبا لقد كنت نائمة رأيت لتوي سفينة فضاء هناك في السماء يا روزي رومبا ما الذي تتحدث عنه كنت تحلم بالتأكيد فلتعوا للنوم متأكد أنني رأيتها أنا متأكد صباح الخير يا رومبا رومبا تناولت الإفطار والآن سوف أذهب لأبحث عن دليل عن ماذا؟ عن سفينة الفضاء أنا متأكد أنني رأيت سفينة فضاء آه رومبا ربما رأيت شيئا ولكن ليس سفينة فضاء روزي سوف أثبت لك هذا صباح الخير يا بينون صباح الخير يا رومبا عجيب ما الذي حدث هنا يا ترى؟ لابد أن رياحا قوية أسقطت هذه الفرع بالأمس حسنا أنا لم أسمع صوت رياح لكنني سمعت صوت سفينة فضاء ويبدو أنها السبب في إسقاط الأفرع من على الشجرة آه سفينة فضاء آه مرحبا صباح الخير يا بينون تبدو منشغلا صباح الخير تعم الفوضى حين تصطدم سفن الفضاء بالأشجار أي سفن فضاء؟ رومبا قال إن سفينة فضاء أسقطت أغصان الشجرة هذه ليلة أمس ربما لم تكن سفينة فضاء إنها ريشة ربما لهذه علاقة بالأمر روزي خذيني إلى الحقل بجانب منزل بينون أرجوك تشبث جيدا حسنا هناك من قص هذا العجب هذا أمر غريب يا رومبا هناك إجابة واحدة لهذا وهي هبوط السفينة هل أنت متأكد يا رومبا؟ أجل في الواقع أنا متأكد لدرجة أنني الليلة سوف أجلس على التلي عند فكري وانتظر عودتها مجددا أوه هذا مثير للغاية صباح الخير يا روزي صباح الخير يا سيد موردي وسيدة موردي ماذا تفعلون؟ حسنا لم تهمد لنا عين ليلة أمس بعض الطيور أحدثت جلبة كبيرة جدا كانت ترفرف هنا وتحلق هنا لذا سننام الليلة في هذا الجذع وسنعزل صوت الضوضاء بهذا العشب تمر مزعجة صحيح يا صغار إذن أنتم جزستم العشب طيور مزعجة في الليل روزي انظري رومبا أنا لا أصدق إنها إنها ما رأيكم في هذا الاختراع جعلت حوابتي مضيئة عمل عليه طوال ليلة أمس رائع أليس كذلك؟ إنها رائع ولماذا الأضواء؟ شكرا يا لين أضواء من الهبوط بلبلة وونيس وبطة يجربون الهبوط الليلي انظروا هاهم قادمون مرحبا روزي لماذا تريدون التحليق في الليل؟ ولما لا؟ البومو يفعل ذلك ومدام البومو يستطيع نستطيع ذلك أفضل مرحبا يا لين آه كاك إنهم لا يستطيعوا الهبوط في الظلام فركبت الأضواء كي يهبطوا كلهم بسلام من أتى بهذه الشجرة؟ حسنا ليس كلهم لم تكن سفينة فضاء إذن بل كانت حوامة كرز من البداية حسنا من سيركب؟ أنا 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 انظري يا روزي أنا بسفينة فضاء مجلة رنبا أتحبين سيارتك يا روزي؟ نعم أحبها هل تفضلين التنزه فيها وحدك؟ أم معي يا روزي؟ أم معك يا رنبا إجابة جيدة رنبا لماذا هذه الأسئلة؟ أنا أعد مجلة أخبار مجلة الأصدقاء وأنت أول خبرين فيها اسمعي ما كتبت؟ روزي زيتت العجلات فصارت في كل الجهات ما رأيك يا روزي؟ جميل جدا يا رنبا لكنه ليس مضحشا أوه إذن ماذا عن هذه؟ روزي تزيت عجلات السيارة وتطير من حارة لحارة يبدو هذا أفضل يا رنبا ولكن ما المميز في ذلك؟ ليس ممتعا صحيح لكن لا أعرف أن أكتوها شيئا أفضل بالتأكيد تستطيع ابحث عن قصة جديدة تجول في المكان اتبع أنفك اكتب أحداثا يحب الجميع قراءتها أنت محكة يا روزي هناك أخبار رائعة ومسوّكة في مكان ما ورنبا سيعرفها يمكنك الكتابة عني أيضا أصفور على الشجرة؟ لا أعساب طويلة؟ لا تبدو طفاحة بينون ناضجة جدا ستكون مفاجأة كبيرة لين تأغذ طفاحة بينون؟ من دون إذنه وفي السر؟ هذا خبر نضيش جاهزون يا فكري؟ أوه مرحبا أوه ضربة موفقة يا فكري كرس كرس أين أنت؟ كرس يضرب فكري على أنفه ثم يفر هاربا أوه إنه خبر خطير أسرع يا رنبا متى نستطيع قراءة المجلة إذن؟ انتهيت إذن دعني أراها أوه أخيرا يا رنبا أوه أولا لنعطي المجلة للجميع أوه رنبا هل نوزع المجلات في سياراتك كالمجلات الحقيقية؟ فكرة رائعة يا رنبا هيا نوزع المجلة هيا نوزع المجلة للجميع بسرعة يا فكري هيا قرأ لنا مكتوب هنا بلبلة قالت إن الشجر غبي يا للوقاها هل أنت متأكد يا رنبا؟ بلبلة تحب الشجر فهي تستريح وتنام فوقه كتبت ما سمعت كلمة كلمة لكنك كتبتها كحقاية خيالية لا بل كخبر أوه انظر الجميع قادم نحونا آه إنهم لا يبدون سعداء هاي إنهم جميعا يحملوا لمزلاتي هل ألقي نظرتني الآن؟ هم تفضلي أوه يا رنبا ماذا فعلت؟ رنبا لم أكل إن كل الشجر غبي فقط تلك الشجرات الذي أوقعت العش آه آه فهمت وأنا لم أضرب أنف فكري وأهرب وأنا أضحق عليه كان حانس المرمى وصد القرى بمهارة نعم فعلت آه أحسن كتبت أنني سرقت طفاحة بأينون ولم تفعليه؟ لقد قطفتها كي تقدمها لي مفاجأة آه هذا لطيف آه أنا أنا آسف جدا أنا متأكدة أنك كذلك ومتأكدة أن رنبا لم يقصد أن يغضبنا جميعا تعرفون كم هو طيب القلب ويحبنا ربما هذه المجلة ليست فكرة جيدة بل هي فكرة رائعة أليست رائعة؟ رائعة أو أم نعم بالطبع هذه فكرة رائعة مجلة الأصدقاء جميلة يا رنبا لكن القصص تحتاج إلى التعديل لتجعل الناس سعداء نعم كتلك المجلات المضحقة هذه هي فكرة رائعة يا روزي هيا يا روزي لنصدر مجلة جديدة أمرك يا رئيس التحرير ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كتسنا الرأس أنت ضخم حقا وهذه نقطة قال الأستاذ يعيش السمك في الماء فقال التلاميذ يعيش يعيش إنها بالفعل أفضل مجلة قرأتها في حياتي يا رنبا هل كتبت مجلة أخرى قريبا؟ أرجوك يا رنبا أحسنت يا رنبا نعم أنا أحسنت